اهلا بحضرتكم بالتأكيد انه مع اضطراب فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة بيكون عند البعض طبعا من المواطنين تخوفات كثيرة من ارتفاع فوتير الكهرباء خصوصا مع الاستخدام للمكيفات والكثير من الاجهزة الكهربائية فيه نصائح هامة جدا والحقيقة اتباع هذه النصائح والفطوات بتكون هامة جدا تنفذها بيفرق فيه مش بس فطورة الكهرباء لكن كمان علشان توفير الطاقة بشكل عام كلنا عارفين انه موضوع الطاقة وزي بيسهم بشكل كبير في ازمة تغير المناخ اللي هي الان على رأس اولويات الدول فطبعا تنفيذ هزيء الخطوات هامة جدا لتجنب وتفادي ارتفاع فوتير الكهرباء وايضا لعدم زيادة ازمة الطاقة وتوفير الطاقة بشكل عام خليني استعرض مع حضرتكم ابرز هزيء النصائح الخاصة باستخدام الاجهزة الكهربائية في فصل الصيف وزارة الكهرباء اوضحت عدد من الفطوات اللي بتساعد على خفض قيمة فطورة الكهرباء الشهرية وبنسبة بتصل لـ 30% زي ما قلنا لترشيد استهلاك الكهرباء والتجنب قيمة الارتفاع في الفطورة الشهرية ابرزها هو التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الاجهزة الكهربائية المنزلية طبعا البطاقة دي بتكون موجودة على اغلب او كل الاجهزة الكهربائية بتكون بالالوان وبتعبر عن مدى استخدام او استهلاك هذا الجهاز للطاقة فلازم ان احنا نخلي بالنا من وجود بطاقة كفاءة الطاقة وطبعا بناءا عليه بيكون الشراء للجهاز اللي بيكون اقل استخداما للكهرباء كمان من ضمن هذه النصائح هو التأكد من ازالة الثلج المتراكم في الثلاجة باستمرار لانه بيجعل طبعا هذا بيكون في استخدام زيادة واعلى في الكهرباء كمان من ضمن النصائح الهامة الحقيقة والبعض ممكن يتغافلها ويكون فاكر ان هي يعني ملاش اهمية لكن هي بتفرق جدا عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة لانه بيجعلها بتستهلك كمية كبيرة جدا من الكهرباء وكمان عدم ترتيب الطعام جنب الى جنب لانه ملء الفراغات بيجعل هذا الجهاز بيستخدم طاقة اكبر وبيستخدم الكهرباء اكتر من ضمن النصائح هي تدميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعيا لانه ده بيقلل وبيسلم بشكل كبير في تقنيل استخدام الكهرباء وطبعا بيكون اوفر في استهلاكها يوميا كمان من ضمن النصائح اعتقد ممكن نكون اغلى الناس معناها الفترة الاخيرة وهو ضبط المكيفات على درجة الحرارة تكون 25 او 24 على الاقل لانه درجات الحرارة المنخفضة زي مثلا ضبط المكيف على 16 او 17 او 20 بيجعله يستخدم طاقة اكتر ايضا من ضمن هذه النصائح انه لا نعتمد على المجفف الكهربائي والاعتماد على اشعة الشمس والموضوع ده على فكرة كمان بيكون اثياد لانه بتتعرض لاشعة الشمس الملابس فطبعا ده بيساهم فيه قتل كل المكروبات اللي ممكن تكون موجودة افضل من استخدام المجفف الكهربائي ايضا من ضمن العادات اللي ممكن تقوم بها يعني السيدات او رباط البيوت هو استخدام او تشغيل جهاز الغسالة بنصف حمولة لكن الحقيقة انه سواء شغلنا الغسالة بنصف حمولة او بكامل اعتمولة هي بتستهلك نفس كلمية الكهرباء فالافضل انه هو يتم تشغيل الغسالة بكامل الحمولة من ضمن النصائح التي وجهت بها وزارة الكهرباء هو استخدام المايكرويف في تسخين الاكل بدلا من الفرن الكهربائي لانه بيستهلك وقت اقل وبالتأكيد بالتالي بيستهلك طاقة اقل ايضا من ضمن العادات الخطأ اللي بيقوم بها بعض المواطنين هو ملء غلية المياه او البويلر بكميات كبيرة من المياه طبعا ده بيجعله يستهلك طاقة اكثر فطبعا لابد من ملء غلية المياه او البويلر بالكمية اللي محتاجنا فقط على حسب الحاجة فقط لانه بتستهلك طاقة اقل فصل الاجهزة الكهربائية فصل الاجهزة الكهربائية بيكون من مصدر الطيار الكهربائي يعني من خلال نزع الفيشة وليس الاعتماد فقط على الغلق او الفتح من الزر لانه ايضا حتى بعد غلف الزر بيزال بيستهلك طاقة يعني دي كانت ابرز النصائح اللي وجهت بها وزارة الكهربائي والطاقة المتجددة وزي ما قلنا بتسهم بشكل كبير في تفادي ارتفاع فطورة الكهربائي خصوصا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع برجاطئ الحرارة وكمان زي ما قلنا بتسهم بشكل كبير في حل ازمة الطاقة وجهت ايضا الوزارة بشركات توزيع الكهربائي التسعة بمختلف عن حق الجمهورية بتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين الذين تركمت عليهم مديونيات بشكل عام وايضا القطاع المنزلي بشكل اخاص طبعا مراعطا للظروف الاقتصادية اللي بتمر بها البلد وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهربائي الدكتور محمد شاكر وزير الكهربائي وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من مقدود الدخل والتي تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سبلها اكد الوزير ايضا بضرورة التعامل مع المواطنين بالفصنة والتقسيط الميدونية وفقا لللوائح والقوانين وطبعا ده لمن يصعب عليه السباد مرة واحدة وخاصة الفطاع المنزلي اضاف المصدر في تصريحات فصنة لليوم السابع ان الشركة القابضة لكهربائي مصر وجهت بالالتزام بالضوابط والقوانين التي تحكم عملية التحصيل سواء من كبار او صغار المشتركين ده للحفاظ طبعا على قطة الدولة وايضا هناك تعليمات بتقسيط المدينيات المواطنة على اطول مدة وبدون فواد واشار ايضا المصدر الى ان وزير الكهرباء شدد في تعليماته لرؤساء الشركات بانه من يسيء التعامل مع المواطنين او يخالف الضوابط او القوانين سيتام احالته للتحقيق مهما كان منصبا وان الجانة القانونية للشركة القابضة للكهرباء مصر بتقوم بتحويل المقصرين من العاملين بالوزارة للشؤون القانونية في حالة التقصير في حقات المواطنة الى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وكنا نستعرض دمعكم اهم وابرز النصائح لاستخدام الاجهزاء الكهربائية خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء